احتضنت العاصمة عمان اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية برعاية رئيس المجلس الأعلى للشباب الدكتور سامي المجالي وبحضور العديد من الشخصيات الإعلامية الرياضية العربية 16 دولة عربية تلتقي بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة ثماني سنوات عاشها الاتحاد العربي في عمان وها هو الآن يجدد العهد الأردني بتوافق عربي برئاسة الاتحاد الذي حافظ عليها الزميل والأستاذ محمد جميل عبد القادر بدبلوماسيته المعهودة مع جميع الأطراف بعتز بثقة زملاء من 16 دولة بالإجماع هذا أنا بعتقد هو مكسب للإعلام الرياضي الأردني وليس لي يعني أنا أمثل الإعلام الرياضي الأردني وأنا لم أصل إلى هذا الوضع لو لا دعم زملائي في الإعلام الرياضي الأردني والعربي ولهذا أنا فخور بذلك لكن المسئولية زادت أصالت مضاعفة وأنه أحتاج إلى من يعيني على هذه المسئولية في الظروف الحالية الأجواء العربية التوافقية كانت حاضرة تكريم الداعمين لمسيرة الاتحاد العربي من منطلقات الاتحاد لتقديم الشكر لمن يساهم بإنجاح مهمة الإعلام والصحافة الرياضية الاتحاد يمشي بخطوات سريمة ونقدر الدور لقدم مجلس الإدارة الاتحاد دائما الاتحادات هي أندية الصحفيون يسعون إليها هذا هو النظام في جميع الاتحادات الدولية الصحفيون يسعون لهذا الاتحاد ليستفيدوا من الخبرات ومن الخبرات الموجودة ولكن الاتحاد العربي عكس الصورة بأنه يقدم خدمات للإعلامين وهذه ميزة غير متواجدة إلا في الاتحاد العربي استراحة قصيرة ليبدأ بعدها الاجتماع الرسمي للجمعية العمومية التي شهدت مشاركة مصر وزلطنة عمانة لأول مرة لهذا الاجتماع حيث تمت مناقشة التقريرين المالي والإداري وإقرار تعديلات النظام الأساسية وتسكية خمسة نواب للرئيس وست أعضاء للجنة التنفيذية توافق عربي في اجتماعات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وأعلنت قيادات الإعلام الرياضي العربي بأنهم في هذه المرة اتفقوا على أن يتفقوا في قلب العاصمة الأردنية عمانة يوسل بستنجي رؤية